وتنضمننا الآن من تونس الخضراء بطلة العمل المحبوبة زهراء يا أهلا وسهلا بيت وعيد فطر مبارك عليك وكل يوم أنت بألف خير أهلا وسهلا يشرفني وأهلا وسهلا بكم وإنا بتونس وكل عام أنتوا بألف خير وإن شاء الله عيد مبارك للجميع يا رب شون العيد بتونس يوم عيدكم عيد الحلو لا أحنا عيدنا إن شاء الله بات إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كل أيامك عياد إن شاء الله زهراء هوا بغداد أكيد على مفارقة اليوم في مسيرتك الفنية اليوم أنت أصبح وجه محبوب ويعرفة كل العراقيين والعرب اللي تابعوا هذا المسلسل الجميل فبالبداية أحب أسمع منيش كلمة بهالموضوع هذا أكيد أول شي شرفني أكون معاكم اليوم قبل ما نبدأ أتمنى عيد فتر مبارك لكل العرب وكل المسلمين بكل مكان يا رب إن شاء الله أيامكم كلها أعياد ثانيا طبعا أكيد مثل ما اتفضلت فيها وبغداد تجربة جدا مميزة ونتائجها كانت كلش مميزة الحمد لله وفعلا على مفارقة في حياتي وفي مسيرتي الفنية الحمد لله كان اختيار حلو كانت حلقات حلوة كانت أحداث حلوة قصص جميلة أثرت بالناس يعني واختلاف الحلقات خلى الناس إذا ما شاف نفسه بهاي الحلقة شاف نفسه بهاي الحلقة فالحمد لله تقريبا قدرنا نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس صح طيب انتي كنت جاي بزيارة البغداد شون تعرفت على مهند اي صح يعني تنت زايا لا هو مو زيارة زيارة يعني تنت جاي حتى أسوي أوراقي العراقية فأني مهند الأستاذ مهند ما عرفه شخصين أنا أعرف علي الأستاذ علي أبو خمره أخوه المنتج فهي كانت عن طريق الصدفة نعم وتصل بي حتى أسوي كاستينج والتقيت مع مهند أول مرة هو اللي سوى الكاستينج وفعلا الحمد لله تمت الحمد لله طيب انتي روحي مرحب هو دا يقول لي قال لي هي فت شخصية طيبة ومرحب وتضيف جو على الكواليس مثل ما شفنا قبل شوية ما عرضها شفتي أو لا فهذا أكيد سهل العمل انتي كنت متحمسة يعني واضح واضح منك حتى منشوف تمثيلك انه انتي متحمسة انه تعطيني الأفضل والأحسن وانه مثل ما يقولون انه الفرصة تقتنصيها على أكمل وجه فشون حضرت نفسش لهذا العمل وخاصة مع لهجة بغدادية المفردات العراقية المترسخة يعني من ثقافتنا احنا صحيح هو فعلا انا كنت كلش حابة العمل يعني كل حلقة كنت حابتها فعلا وحابة اني اعطي اكثر ما عندي بها حتى اطلعها بالمستوى المطلوب بالنسبة لأجواء العمل وانه آني مريحة هو شوفي هو قالك انه آني مريحة بس السر الحقيقي هو لان هو كلش مراقي يعني انتي اكيد تعرفين انه هو كلش عرفها عرفها في خلينا دائما بالأجواء اليوم قاعد هو ايتي قاعد هو اقول له مهندد مو انت هذا غير واحد يعني ماخد منه شخصية المشفور يعني استاذ مهند استاذ مهند الله يسلميك رحتي التونس والحكيني باللطار ماتي حياتي كرامو انت بألف خير اقوليك صار عده 300 الف قل لي شوفي يعني انت ثلاثمسينة الافتعبان عليك وهذا ببع لا لا مو احنا دائما ميلون الى وجه جميل وابنية حلوة ايش نسوي تونسية ايش تونسية علاقية اي والله لا والله هي يعني صراحة ايضمانة دمت الخير والبركة والله الله يسلميك حجلت تلايزها اي لا لا حجلتها بعد شوفي هي حظ بغداد بيها صراحة يعني بغداد هي حلوة ومثل ما قلنا احنا اريدنا نركز على ماكن الحلوة اللي ببغداد وركز على المناظر الحلوة فهي جزء من هذه الحالات وجزء من هذا الجمال كانت هي زهراء فشكرا اليك وشكرا انضمامك الى هوا بغداد وتعبناك فيانا لا بس انت اكيد سعيدة بالنتيجة صار مهند اكيد انت زهراء سعيدة بال اول شي طبعا شكرا جزيلا للأستاذ مهند اللي هو يعني انا بالنسبة لي كون العراب لان هو اللي هذا كله بفضله وبفضله بالعالمين اكيد لان هو يعني صاحب اجواء مريحة وصاحب ضحكة حلوة ولكن كان صعب بالشغل يعني كان هدف الوحيد انه هذا الشغل يكون صح وحلو وكان يتعب يعني كان يتعب حتى يطلع نتيجة حلوة ويخلينا نتعب يعني فعلا انا مهند تعبني يعني من اقول حلقات كانت بالنسبة لي هل هي حلقة التبجير الكرادة لو كانت هناك غير لانه شفنا حتى بحلقة دجلة يعني خطيئة ايه باردة جدًا بارده بارده عادة هواية ايه يو البطاني وشفين كل حلقة بها شي صعب يعني كل حلقة بها شي صعب ومياز من ناحية النفسية من ناحية النفسية الكرادة كانت أصعب حلقة لان كانت مؤثرة جدًا بها لحظات كل شي صعبة وكانت حلقة يعني نفسيا فعلا صعبة لان بدنا نوصل المشاعر للناس يعني الناس من تتفرج ردناها تحس بالموضوع اما من ناحية الجسدية فعندك حلقة الجسر مثلا مدمرة جدًا كانت الجسر اخذت ويانا ساعات طويلة كانت الدنيا حارة مع الانتحار الدجلة كانت صعبة لان بنص النهر والدنيا كلش بارضة واني لابسة شيء مثل المعدن فدياخذ البرد فدمار شامل هاي الحلقة والحلقة كلها حافية يعني ملابسة ايش برجلي فتعبت بيها لا ايا اكو مشكلة مع الدجلة مع الجسر بالبداية كان هذا السيفتي هي جدتي ملابسة والكاني بيين أي بيين من العاصر فاانا لازم هي متخفض عليها ايه المهم فبالبداية قتلها تقدرين تدوك في مبالا متخفض صح قالت ايه اقدر قتل دي الله تتشايعتي وهذا ايه والله رزايا ايه ايه انا مسودة شويوي مسودة أكثر مني بعد قالت وافي على عدوية كعني ايه بس يعني بس يعني عن الأخوي ليه لا تخافين على نفسك مولالدرجة الوالله يا شوفي انا خائفة انا اخاف من المرتفعات أنا عندي فوبيا من المرتفعات وفعلا أنا أخاف، لكن المشكلة أين ستقاني من كنت واقفة على الجسر؟ رأيتهم كلهم واقفين، الكادر كلها واقف، حاطة الكاميرات، شرطة مسكرة الجسر، الناس دا تنتظر، رعيب أقول لهم أنا خايفة أو ما أقدر حسيتي، أنا عباري هذا حساستي بأمان، لكن هذا يوم كعتنشون لا، حسيت بالمسؤولية، قلت أنه خلص أنا لازم يعني الناس دا تنتظر، لكن أستاذ علي هو اللي كان مصر قال لا، لازم سيفتي، هذا كان مقرار صعب صراحة نعم، علي دائما نكون العقل، العقل هو العقل، المدبر العقل المدبر والحكيم دائراتنا، وبحيثيه كانت خطيئة من كانت نوقف تصوير يعني نجي عليها ألقاه هذا ترجف، يعني إيدها ترجف من هذا، فأنا أقول للي شبيها بردانا نجيب للي قمصة لي حتى تأخذ بالمزح، يعني تمزحوا حتى شوية تخبط عنها نجيب للي قمصة لي جانت حارة يعني الشماتة مالأستاذ مهند، أنا أدخل مخبوة، يقول لي أغطيت؟ ملتعة، states فأنا أظن به قربي بالنجيب إن سألت تكن توجد تلك صوعية تتظbil أعناء، ما ترغب؟ لا، لا،Н проблемы أorumحك بإذن هو إليه أخرج خفيفrik لهذا، نkle، أنا حاولا غير أن أصلي قمصته لا، työ لا، هذا ما ج Thiß ما أنا أكون خفيف لا أريد أن يعني أعني أخذبك وجهه أصفر أقول لله المهند عركه يعني ذلك يعني لم يكن لديهما الحمد لله، صرت أحسن هذا اليوم فقط، كان أقول لي أخذبك نعم، أنا أكو طبعاً أكو شرطة نهرية كل شيء مؤمنين طبعاً سيحفل بسيناً ثوب ويلابسة فستان فإذا وقعت يجوز يعني هاي كانت حلقة الانتحار هي اللي كانت الانتحار معلن أنت ترايدها جيد هي حلقة بالتسلسل هي حلقة شونات ممكن الثالثة أو نعم من البدايات لا الثالثة حلقة المطار هي حفظة طوما أول حلقة شنو دهراء ربع أو الخمسة أول حلقة وفن القشلة حلقة الأولى القشلة وفصل عشائري ثانية ثالثة حلقة حلقة الطيارة طيارة طيارة حلقة طيارة كلها عبطة كلها عبطة شون التعامل مع الممثل التركي أنت تعرفين يعني أنت يبكن معا شوية تدريب لو حتاج محتاجة التدريب ولا لا بطلة يعني جداً كانت متمكنة ورائعة جداً بالأداء يعني كانت يعني بعض الأحيان كانت تدريين أنت الطلبين من عندها شاغلات تقولينها مثلاً لا تطينيها بستال ثاني مثلاً يكون أفضل شون كانت أصعب كلمة عليها؟ والله هي مثلاً لحظة بها اللحظة بها اللحظة أنت ذاكرتش ما شاء الله يعني أي لا يعني كانت هي شون أصعب أصعب كلمة؟ على فكرة هي كانت هي لحدها اللحظة أكو أكو عيدها فيتحرف ما ليس ما معرفته ولا حد قدر يعرفها ما هو هذا؟ يعني عندما تتحدث عراق طلاقة 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 كل ما تقدر هذا ولكن تشعر أن هناك ثون غريب ولكن أين هذا ثون؟ لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه نحن نقدر أن نحن نكتشفه حتى الآن غير مكتشف أصر هذا؟ أصر مالتها لا أعرف أعرف 가xa تقولي لي زهرة احتي عراقي احتي ويحتي عراقي تحسين انه عراقتي مصححة يعني اكو شي غلط بس من ترجعين للكلمة كلمة صحيحة فهو انا اعتقد انه يمكن ما ادري لان احتي بسرعة او نغمة الكلام مختلفة فماذا نعرف يعني حاولنا نحلها بس بالنسبة للمسلثة لان اكو كلمات شوية صعبة بس من اعيدها مرتين ثلاثة اتمكن منها كانت هاي اللقطة كم تك هنا لا احنا عفناها ممكن الصبح جان عليها بالستة العصر لا لا كم تك كم تك يعني ثالث ثالث والمشكلة انه احنا بنصد جسر يعني فلازم نجيب كل معداتنا ونيجي يعني موضوع صعب جدا نعم فها كانت صعبة جدا هاي الحلقة يعني بكل تفاصيل اكانت صعبا تاجين هي قالت في كل حلقة اكو صعوبة معينة لكن تختلف يعني اكو هنا حلقة كل صعبة اما مو بس على زهراء وحتى الكادر يعني وذول الاتراك اللي ويانا مصورين يعني احنا قبل يوم شلنا حريق وكذا وهذا ومتبهذلين هما فقلت لعدنا حلقة بعد بفندق كانوك فندق وراح نصور بالفندق هذا نعم فهو باوا عليه قال لي رح تحرقوه رح تخجوه رح تشيله عاط يعني شلو يعني على شلونا كما تتعود اذا كانت في كل حلقة شكيلة طيب زهراء هل تتعود مرة لتونس كمتابع المسلسل؟ يعني اننا كنتم متابعة للمسلسل يعني كانوا يدزوا لي من يعني بالعراق يقولوا لي أن نتفرج نعم بس ما توقعت أنه الكمل هذا من الناس شفت المسرسل والعمل يعني يعني اتفاجأت محتى بالتونس الجزائر المغرب حتى من ليبيا يتصلون ويدزون يعني معرفوني بمطار تركيا بإسطنبول ومطار تونس من نزلت حلم ينادوني شمس فالحمد الله يعني النتيجة كانت كل حلوة الناس تفرجت وهذا يسألنا أنه عمل يحظى بهذه المتابعة عربيا طيب أنت شون تشوفين يعني هذا العمل ليش يحبون الناس هل كد حبون الناس مرات تقولين أنت تمثلة قبل شوفي هو أي صح تونس هو شوفي عادة العمل دائما يكون مزيج وخليط ما بين قصة وسيناريو ما بين ممثل ما بين مخرج ما بين الجو العام للمسلسل نعم أنا برأيي أنه أكثر سبب خلى هذا المسلسل ينجح هو بغداد الناس متشوقة جداً لبغداد الناس لا تعرف بغداد كل جداً هسأني رح أنطيكي مثال هنا بتونس هنا بتونس بالنسبة إليهم بغداد رمادية يعني حرب وموت ودمار صورة قاتلة بس من شافوا أنه المكان حلو يعني شافوا أنه بغداد حلوة بها ما كان كلش حلوة بها حياة حلوة فهذا سهم تقريباً 80% يعني طريقة الإخراج أجمال العمل أنه يطلعون بغداد حلوة الصور اللقطات المدروسة يعني كل اللقطة طلعت بالمسلسل المدروسة مهند أذكر يظل يعني حتى الوصلة والدرجة أنه الكادر اللي دايشتغل يعني يلوموه يقولون لأوكي ارضى بالموجود احنا تعبنا يقولهم لا يعني لازم صورة معينة وعنده شي بباله معين يريد يطلعها كان يتعب على الصور حتى يختارها نعم فهذا سهم تقريباً بنسبة أكثر من 80% أنه أقول أنه الناس تشوف المكان حلو الناس متشوق جداً البغداد صح عامل الثاني هو الرومانسية اللي موجودة بالمسلسل نعم يعني الناس بحياتها طبيعية تعيش قصص الحب لكن لا تشوفها هواية بالمسلسلات العراقية قصص الحب حتى بالعراق قصص الحب تحسيها أحياناً بها جانب مظلم شوية نعم بحكم أنه البلد التعب وهوية ناس خسرتها هوية ناس تحبها فدائماً للجانب الحب شوية يعني ما منطي حظة أكثر نعم فهو العامل أنه المزيج هذا ما بين الحب وبغداد الحلوة يمكن همينها وجوه جديدة الناس ما متعودة تشوفهم هذا السبب نجاح أنه الناس وحتى خلى الناس برها تتفرج يعني ناس بتركيا صارت تتفرج ناس بتونس تفرجت أنا جتني رسائل من مصر من سوريا بحكم أنه أني عشت فترة كلش طويلة بسوريا الأصدقائي بسوريا كلهم متفرجوا على العمل فهذا خلى الناس تشوف بغداد بطريقة جديدة لأنه الكل يتحب بغداد وكل متلحفة أن تشوف بغداد فمن شافته بهذا الجمال يعني بالفعل أنت روتنا بغداد بالشكل اللي إحنا نحبه بضميرنا وبقلوبنا وبأرواحنا هي هاي بغداد زيان زهراء هذا النجاح اللي من خلال هوا بغداد صرت مشهورة بالعراق ودعوات ورحتي كتير أماكن وكان هناك احتفاء أيضا بالنجوم العمل أكيد حملتش مسؤولية نحن دائما نقول نجاح هو مسؤولية مسؤولية كبيرة بالنسبة لي مرحلة جديدة أنه مو بس أنا والمخرج والمنتج وأثر وحتى كادر العمل صاري فكروا أنه إحنا سوينا خطوة حلوة الخطوة اللي بعدها تكون أقوى وأحلى فهذا يخلينا نتحمل مسؤولية أكبر أنه المرة الجاية من نريد نقدم عمل للجمهور العراقي خاصة للجمهور اللي تابع هذا العمل من برا يكون المستوى أحلى وأحسن للمرة الثانية وية مهند إن شاء الله إن شاء الله لازم مهند لازم مهند احتكار احتكار بالموبر لازم مهند احتكار معنوي طيب جلتش عروض ولا هذا العمل نحكي بصلاحة جلتش عروض يعني لا طبعا وحتى مهند يعرف يعني أكيد اجت عروض ولكن أنا من الناس اللي دائما أحب أدرس الأشياء ودائما أريد الخطوة الجاية تكون أحلى وأحسن عروض عراقية عراقية وحتى عربية ممتاز طيب شم حضرة للعيد باشر إن شاء الله العيد في تونس شون عادت انت تهيئين للعيد هو العيد دائما للعائلة أكيد يعني حلو التونسي مالتنا والعائلة واللمة العائلة ويعني حاليا كلها للعائلة صار لي فترة غايبة عنهم فحاليا كل وقت إلهم إن شاء الله ما شكرا بقيت ببغداد فترة التصوير وبعدها بعد رمضان أنا فترة التصوير فترة التصوير كاملة أربعين يوم نعم أنا ومهنة تزدنا يوم لأن كان عندنا صوت فيعتبر واحد وأربعين يوم بالنسبة لبغداد أنا ضليت بها خمس أشهور وسبع أيام بالضبط خمس أشهور وسبع أيام عدتهم مياه ذاكرتهم ما شاء الله انت زيادة بالحساب ومزيادة يعني ما شاء الله ذاكرتش قوية يعني ما أنثى صح يعني الأشياء حتى من أقرى الشيء أو هيك ما أنثى ورجعت بعدين للتونس اليوم هي في تونس أول أيام العيد أدنى قليلي مشاعر الأهل أكيد قالوا لتششونها بغداد شكلتي دائما يعني كونوا نبلهفة عليك شكلتي سواتي ورحتي ونجاتي صح صح طبعا أكيد العائلة خاصة والدتي يعني والدي صار لها هامنا فترة طويلة من نزلة البغداد فهي يمكن أكثر وحدة نفسيا يعني حاسة الموضوع بمشاعر وأحاسيس كل شيء كبيرة عندها فكانت حساسة جدا حتى من نزلت إلى العراق أدزلها الصور أقولها ماما أنا هسة هنا هسة هنا كل شيء كانت حساسة ومن شافت المسلسل تقريبا المسلسل بدل من أنها تفرح بي صارت تبتشي لأن قالت ماما هذه بغداد أنا أذكرها هيتشي يعني كل شيء حلوة من طلعت منها كانت شوية الأمور صعبة فنفسيا كانت تعبانة جدا من الموضوع بس الحمد لله النجاح المسلسل أكيد هذا أسعدها كفيد باك الإيجابي كان خلاها تحس أكثر وغسطني على هواي أشياء جنتتي كلها أكلوا طيب صارت هناك صفحات كثيرة وعلى منصات تواصل اجتماعي باسم هو بغداد وباسمش وباسم مهندك فامزلا بعد والله هو بلش هو هسة طيب أقرأ أنت شمكتوب هنا لا أنا ما يطلع عندي لا يطلع عندي السؤال غريب شنو أغرب سؤال انسألتي يعني أكيد بديتي أنت تتعاطينويا وتجاوبين وتردين وأكيد أنت معرضة لكثير أسئلة شنو أغرب سؤال انسألتي والله هم سؤالين يعني انسألتهم استغربت لأن أحس أنه مو بمكانهم هم السؤالين يقولوني أنت تحبين تونس أو العراق أكثر ويقولوني أكون لعبة كرة قدم قريبا ما بين تونس والعراق أنت منو راح تشجعين آه ندخلنا بالمواضي أغرب سؤالين إجني لا لا أنا جوابت بالنسبة لحبي تونس أو العراق أقول لهم أنا ماما العراق وبابا تونس فما أقدر أختار يعني أحب أمي وبابا العراق يعني وتونس يعني لا أقدر لا أقدر يعني هذه منه ما أقدر أختار يعني أحب البلدين فما سأختار وبأصلاً لماذا هذا السؤال أنا لا أعرف لأي دائما هذه المفاضلة لماذا هذا السؤال لا أعرف هو الناس يعني كل أحدوا فكرة بالنسبة للاعبة تونس والعراق يقولوا لي تونس ستلعب العراق أنت منو راح تشجعين أقول لهم أنا أحب الفريقين نعم بس بالنسبة للعبة أشجع اللي راح يلعب أحسن يعني اللي راح يلعب أفضل أنا ويا وبالتالي هي لعبة كرة قدم المفروض واحد تمتع بروح رياضية واثنينة هم يعني أشقاء صح لولا فعلا ندخل هذه الحزازات وهي تأخذ من الواحد شوفيه ماكو حساسيات نهائيا هي لعبة كرة قدم ما راح تفرق أكيد 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 طيب شنو أحلى تعليق وصلتش والله هواية اللي بوقب بالت أكيد من ضمن التعليقات اللي يظل بالي يقولوا لي يقولوا لي أنت حلوة مثل بغداد هذا أكثر تعليق يعني أحسني فخر أنه شبهوني بجمال بغداد هذا كل شي حبيتها أو أنت شمس بغداد هذول تعليقين دائما نكتبوا وبكثرة وظلوا وببالي أكو ناس بعد الصحلة الشمس نسوا اسمك يقولوا لي تشمس أي طبعا لا أكثر الناس يسيحوا لي شمس أكثر الناس الحلو أنه أيضا أنه نفس الأسماء هي بغد فهي ممكن ترسخت أكثر ويا الناس أنه نفس الأسماء على مدار 15 على مدار 15 حلقة 14 14 حلقة وحلقة بس دجلة اسمي وحلقة دجلة صح هي دجلة هي مقصودة يعني بالضبط كان ضروري أن تكون دجلة طيب نهاية الحلقة 14 شون كان إحساسة وهذا اليوم الأخير للتصوير الحلقة 14 لو 15 لأن 14 حلقة الدخيل و15 حلقة الجيش أوكي حلقة الجيش طبعا هي هاي الحلقة هي والكرادة بس يعني مأساة لأن الواحد صعب أنه يحط نفسه بناس يعني مكان هذول الناس خاصة النساء اللي ترملت يعني موقف جداً صعب إحنا بمرحلة أتذكر حتى مهند يعني إحنا من كمنا نتصوير الحلقة كان عنا الفويز اللي رح أحط أنا على الحلقة أتذكر يعني مهند عندنا دا تدمع إحنا كلنا دا ندمع يعني أحتيو هم يدمعون بحيث أنه حسيت أنه كل إنسان عنده داخله أحد خسرة بهذا المكان نعم الأصعب كان عندنا نصور بالمعسكر يعني بالمعسكر حسينا أكثر بالموضوع يعني كان فعلاً إطلاق نارحي وكان فعلاً قنابل حية وكان فعلاً الجيش موجود فكانت صعبة كل شيء اللحظات أنه نحس أنه أنفسنا أنه إحنا بمكان فعلاً يعني هذا المكان خسرنا به أشخاص دافعوا قطة وحياتهم مقابل حفاظ على هذا البلد ففعلاً كانت حلقة كل شيء صعبة طيب زهراء نحن شكراً وجودك اليوم ضمتنا من تونس في هذه المداخلة الجميلة فكلمة أخيرة لجمهورة العراقي والعربي حياتي أول شيء شكراً جزيلاً على هذه الدعوة أنا شرفني دائماً أكونوا إياكم ومهند شكراً لأنك دائماً موجود بالنسبة للجمهور العراقي والعربي شكراً جزيلاً على كل المحبة والإحترام وعلى كل الكلام الحلو وحتى التعليقات السلبية أني أشكركم عليها لأنها ستجعلني أحسن من نفسي بالمستقبل إن شاء الله يكون هاو بغداد عجبكم وإن شاء الله تكون حلقات حلوة وعجبتكم وإن شاء الله الجاي أفضل يا رب وشكراً على كل كل الكلام الحلو إن شاء الله شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً